دراجه وبطل فيلمنا النهاردة وفيلمنا بيبدأ وهو متعلم بس فاشل ونصاب وبياخد فلوس من الناس وما بيعرفش يرجعها وكل العصابات بتحاول توصله وتنتقم منه لكن للأسف محدش بقدر يمسكه وفي نفس الوقت بياخد الموتسكل بتاعه وبيروح يشتره دوم رخيصة موجودة على الرصيف وبعدها بيسرح شعره وبيعمل فيها ابن ناس وغني وكأن لبسه كله برندات وبيروح يحضر حفلة وبينلاقيه مصاحب كل الناس ودي بتكون حبيبته بوجة وبيعرف انه امها جايبالها عريس من كندا وبتقوله لازم تشتري تسكرتين لحفلة راس السنة ويطلب ايدها من امها لانها هتكون هناك وهو بيوافق لان خطته بتنجح وقريب هيتجاوزها وياخد كل فلوسها ومن ناحية تانية ده واحد اسمه رحيم وبتكون مراته معاه وبيروح السفارة لانهم عايزين يهاجروا بره البلد بسبب حدثة حصلت لهم زمان وبنعرف انهم كانوا في المستشفى وبيكتشف ان امراته حامل ولما بيكونوا في الطريق بيلاقوا احتفال كبير ومهرجان للهنود اسمه جنيش وللأسف الناس بيحاولوا يتحرشوا بامراته وبيتكتروا عليه وهو مش عارف يدافع عنها وبيبضلوا يضربوه وفي الوقت ده امراته بتقع على بطنها وبتتصاب جدا وبعدها بيوصل المفتش للمكان بيتبلوا على رحيم انه هو غلط في القليل بتاعتهم فبيضربوا بالقلم وبيهنوا قدام كل الناس وما بيحاولش يساعدوا لانه مسلم ولما بيرجع لمراته بيلاقيه عمالة بتعيط وبيتشف ان ابنه مات وبيكون في حالة صدمة ومش قادر يستوعب اللي بيحصل وعلشان كده قرر يسيب البلد والصفرة بتسلموا جوازات الصفر علشان يهاكر اما ده فبيكون اسمه فيفك مغني راب وبيحلم في يوم يكون مشهور وبيبلغ فرقيته انهم هيسافروا مدينة حيدر اباد وهيغنوا على مصرح المدينة وكلهم بيكونوا فرحنين ولما بيرجع البيت بيلاقي امه بتزعقله علشان مش عايز يكون زاب الجيش وبتقول له لازم تطلع زي اجدادك فبيرفض كلامها وبيقولها انا مش مستعدة موت زي ابويا علشان خطر البلد وهيجي يوم وهتلاقي صور في كل مكان وهتكوني في خرابية ومن ناحية تانية دي اسمها بدمة وده بيكون حماها رامو وفي واحد اسمه باتل خطف ابنهم وبيهددهم لو مرجعوش فلوس القرد خلال ثلاث ايام مش هيشوفوا ابنهم تاني وهيشغلوا في المدينة لمدة عشر سنين فبيضطروا يروحوا الواحد بيتجري في البشر وبعد ما بتوافق تبيع الكالية بتاعتها علشان ترجع ابنها وتخليه كامل تعليمه وفعلا السمصار بيتفق مع الناس اللي هتشتري الكالية على مبلغ تمانين الف لكن بيستغل ظروفهم وبيضحك عليهم وهيديهم اربعين الف وفي نفس الوقت دي بنت اسمها ساروجة وشغالها فتاة ليل وفي قوات بيكلمها في التليفون وبيجيب لها عقد احتراف في مدينة حيدر اباد وهتاخد عشر الاف روبية وفعلا بتوافق وما بتكونش مصدقة نفسها ومن ناحية تانية الرجل بيروح يحجز تذاكر الحفلة وبيكون فاكر التذكرة بألفين روبية لكن بيتفاجئ ان الفرد الواحد بعشرين الف فبيكون مصدوم جدا ومش عارف هيعمل ايه وبالشكل ده هيخسر بوجة والخطة بتاعته هطبوز فبيقرر يروح لعمه وبيطلب منه 40 الف وبيفاهم انه بيتحك على بنت غنية وعايز يتجاوزها لان صاروتها ربعمية مليون فبيقوله للأسف مش معايا والحل الوحيد انك تسرق سلاسل الدهب من البنات في الشارع وفعلا بيبدأ يفكر في كلامه لانه ما عندوش حل تاني ولما بنروح لفيفيك بنلاقي راكب العربية مع اصحابه علشان مسافرين لكن للأسف الكويتش بتخرم منهم في الطريق واصحابه بياخدوا عربية تانية علشان يروحوا يصلحوا وبعدها بيلاقي نفسه قاعد مع صحابته وبيعترف لأول مرة انه بيحبها لكن فيه ناس بيوصلوا للمكان وبيدايقوا فيهم وبيحاولوا يتحرشوا بحبيبته لكن بيدافع عنها وبيفضل يضربهم ومحدش منهم بيكون قادر عليه وفي الآخر بيتخلص منهم واحد واحد ومن ناحية تانية صاروجة بتاخد اختها وبيكون ركب القطر علشان تنفذ قاعد الاحتراف بتاعها وبدما ورامو بيكونوا على نفس القطر رايحين المدينة لانها هتعمل عملية وتبيع كليتها وبتسأل رامو هو فيه مكان الكالية فبيوريها الجرح اللي ببطنه وبتتفاجئ جدا لما بتكتشف انه هو كمان بيع كليته وبيقول لها كان لازم اعمل كده علشان اخد كارد وحفيده يتعلم وهي مصدومة وعملة بتعيط ومش عارفة تعمل ايه ولما بيوصلوا لمحطة بيقابلهم سمسر البشر علشان يوديهم للمستشفى اما ساروجة بتكون مستنيا القواد اللي هيشغالها في المدينة لكن للأسف بتلاقي الشرطة قدامها وبتقبض عليها ومن ناحية تانية الرجل راكب الموتسكل وعمال بيدور على حد يسرقه لحد ما بيشوف فرح قدامه وبينزل يرقص معاهم وعايز يستغلهم وبيروح يقف جنب العروسة وفي لحظة معينة بيسرق السلسلة وبيطلع يجري وكل الناس بتكون وراهم وبتحاول تمسكه هو وصاحبه لكن للأسف بيعملوا حدثة وبيغباطوا في عربية شرطة وبيقدروا يقبضوا عليهم ولما بيحطوا في عربية البوكس بيكتشف ان صاروجة معاه وبيكونوا راكبين جنب بعض وفي نفس الوقت راحين بيروح لبيت عمه وبيوضعه قبل ما يسافر لكن الشرطة بتقتحم المكان وبيتهموهم انهم ارهابيين ورحين بيكتشف ان هو نفس المفاتش اللي ضربوا بالقلم في مهرجان جنيش وهم اللي اتنين بيفتكروا بعض وبيقولوا زمان خسرت ابني بسببك ومشكلتك الكبيرة فالمفاتش بيداق منه وبيقرر يقبض عليه وبعدها بنروح للإسم وراجو صاروجة بيتعرفوا على بعض ولما الزابط بيوصل للمكان بيحاول يحقق معاهم وفي اللحظة دي راجو بيجيلوا تليفون منجوجة فبيترجى الزابط يرد عليها وكالعادة بيفضل يكذب وبيلف ويدور في الكلام لحد ما بيروح له عمه وبيكون معه وسطة كبيرة وبيقدر يخرجوا من السجن وهو ماشي صاروجة بتسأله وانت بتحب البنت اللي كلمتها في التليفون فبيكون متفاجئ جدا وما بيعرفش يرد عليها وبعدها عمه بيفضل يهزقه علشان بيضيع حياته ومستقبله بسبب وجه وده بيخليه محتار وعمل بيفكر ممكن يعمل ايه وفي الوقت ده الزابط بيفضل يتحرج بصاروجة وبيضيقها وكمان بيدربها وهي مش عارفة تدافع عن نفسها وفي الاخر بياخد بياناتهم وبيخليهم يسيبوا المكان ولما بيخرجوا بيقابلوا القوات بتاعهم وبيبدأ يزبط لهم صفكة احتراف جديدة ومن ناحية تانية المفاتش بيكون مع رحيمه قابض عليه وبيقوله المرة اللي فاتت ابنك مات والمرة دي انت اللي هتموت فبيضطر الرحيم يضربه وبيكون عايز يهرب منه لكن المفاتش بيعرف يوصله في الاخر وبيضربه بالنار في رجله وبيكون مصاب ولما بيروح لبدمة بيلاقيها في المستشفى علشان تعمل العملية وتتنازل عن الكلية بتاعتها وحمها بيحاول يطمنها لانها بتكون خايفة جدا وبعدها بيسيب المكان وبيروح يقابل سمسر البشر وكالعادة بيستغله وبيدله 37 ألف بدل من 40 وهو بيكون زعلان لكن ما بيقدرش يعمل حاجة ولما بيكون ماشي للأسف راجه بيكون شايفه بالصدفة وبيقرر يسرقه وبيفضل ماشي وراه لحد ما بيلاقيه داخل المستشفى وعمال بيفكر ازاي يتحك عليه وياخد الفلوس وفي اللحظة دي بوجة بتكلمه في التليفون وبيطمنها انه خلال ساعة هيروح يحجز تذكر الحفلة وبعدها بدما بتاخد الفلوس من حماها وبتكون فرحانة جدا لكن الراجل بيدخل عليهم وبيحاول يسرقها وهم بيفضلوا يترجوه بيد عنهم علشان تعلمهم لابنهم فبيتأثر بكلامهم وللأسف ما بيرجعش في تصرفاته وبياخد الفلوس ويهرب ومن ناحية تانية الشرطة بتدخل رحيم المستشفى علشان يتعالج من الرصاصة الضابط مش عايز يصدق انه مظلوم ولما بنروح لساروجة بنلاقيها مع ناز بسبب شغلها المشبوه لكن بيقلبوا عليها وبيحاولوا يخطفوها وبالصدفة كانوا هيعملوا حدثة مع عربية فيفك وفي اللحظة الاخيرة بيتفضوا بعض والساروجة بتكتشف ان اختها مصابة جدا وبتكرر تاخدها المستشفى علشان تتعالج اما فيفك فبيشوف واحد حامل في الشارع وتصابت في الحدثة فبيحاول يساعدها وهو كمان بيروح المستشفى علشان انقص حياتها ومن ناحية تانية بنلاقي الراجو مسك الفلوس وعايز يحجز تذكر الحفلة وبين عليه التردد والخوف لانه اول مرة في حياته بيسرق لكن في اللحظة الاخيرة بيحس بالزنب وبيرجع في كلامه وبيلوم في نفسه وبيسيب المكان ويمشي ولما بيقابل بوجة بيقول لها انا جدبت عليك في كل حاجة والساكن في منطقة فقيرة جدا وكنت عايز استغلك وتجوزك علشان فلوسك وبيتأسف لها وبيطلب انها تسامحه وبعدها بيحط الفلوس في منديل وبيتعاهد انه لازم يرجعها تاني وفي نفس الوقت بادم عمالها بتعيط لانها مش هتعرف تكمل تعليم ابنها وحماز علان جدا وبيحاول يهون عليها لكن بيلاقي الباب بيخبط وبيكرر يفتحه وبيتفاجئ في الوقت ده لما بيلاقي الفلوس قدامه وبيكون فرحان جدا ومش مصدق نفسه وراجه واقف ومستخبي وعمال بيعيط وصعبان نفسه عليه لانه كان هيزلم ناس غلابة وهيضيع حلمهم ولما بيكون ماشي بيلاقي طفلة صغيرة وبيفضل يلعب معاها وحاسس انه ليس صنديف وروحوا رجعته من تاني وبعدها الارهابيين بيقتلوا الحرس اللي في المستشفى وبيسلحوا نفسهم علشان يموتوا الناس وبيقولوا الرحيم لو عايز تنقص حياتك لازم تهرب وفعلا بيسمع كلامهم وعايز يسيب المكان ولما بيركب الأسانسير بيلاقي فيفك شايل الست الحامل علشان يعالجها وفي الوقت ده بيفتكر مراته لما الجنين مات في بطنها وساعتها الارهابيين بيعملوا هجوم على المستشفى وبيقتلوا كل الناس ورحيم بيحاول يساعد فيفك علشان ينكزوا المرضى وبعدها راجو بيشوف التفلة الصغيرة اللي كان بيلعب معها ماتت وبيكون في حالة صدمة ومش قادر يصدق اللي بيحصل وبيقرر يروح لبادمة وحماها وبيحاول يحميهم وبيطلب منها السماح على كل حاجة عملها وفي اللحظة دي بيبدأ يموت في الارهابيين واحد واحد وبينتقم منهم وفيفك في نفس الوقت بياخد الناس وعايز يهربهم علشان محدش يشوفهم والزابط بيكون موجود في المكان لكن للأسف بيتصبروا صاصف رجله والرحيم بيروح له وبينقص حياته في اللحظة الأخيرة وبعدها كلهم بيتجمعوا في مكان واحد وبيكونوا خايفين جدا وراجو بيدافع عنهم لكن بيتدرب بالنار وبينلاقيه سايح في دمه وفي اللحظة دي بنكتشف ان الارهابي ملغم نفسه وعايز يموت الناس فبيضطر راجو فيفك يمسكوه وبينطوا بيه من فوق المستشفى وبيقدروا في اللحظة الأخيرة ينقذوا الناس والانفجار بيحصل خارج المكان وللأسف راجو فيفك بيطلعوا في الروح وكل واحد بيبص للتاني وهم الاتنين بيفقدوا الحياة وبعدها الزابط بيتأسف للرحيم وبترجى يسمحوا على كل حاجة عملها فيه أما صاروجة بتكرر تسيب الأعمال المشبوهة وعلم الاحتراف وتكون إنسانة محترمة وفي نفس الوقت فيفك بيموت زي أبوه وبيضحي بحياته علشان خطر الوطن وبينفذ وعده لأمه لإن الناس كلها هتتكلم عليه وهتكون فخورة بيه ولما بنروح لرامو بينشوفه بيدفع الفلوس لبتل وبيقرر يرجع حفيده وبينقذ مستقبله علشان يتعلم أما في نهاية الأمر راجو بيعملوله جنازة كبيرة وبيفضلوا يهتفوا باسمه لأنه بطل وبوجة بتروح له بتكون عمالها تعيط وما بتكونش مصدقة إن حبيبها مات ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد